بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشع لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَكُولُونَ لِلَّهِ كُلْ أَفَلَا تَذَّكَّرُونَ كُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ سَيَكُولُونَ اللَّهِ كُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ كُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَكُولُونَ اللَّهِ كُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَذَابَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سَبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصْرِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِن مَا تُرْيَنِّي مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجَعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَنُّ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِي حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ اُرْجِعُونِي لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتْ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَوْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قضى الأمور من الأزل وَمَا قُدِّرَ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ نَحْمَدُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَنَسْتَعِينُهُ كَمَا يَنْبَغِي لِلْحَمْدِ أَنْ يَكُونَ وَنَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ مِنْ سَيِّئِ الظُّنُونَ وَنَسْأَلُهُ السَّلَامَةَ مِنْ دَارِ الْفُتُونَ وَأَنْ يَغْفِرَ لَنَا مَا قَدْ كَانَ وَيَكْفِيَنَا فِي غَدٍ مَا يَكُونَ اللهم أمين وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الإنسان من سلالة من طين لله في خلقه شؤون يبسط الرزق لمن يشاء ويرفع أقواماً ويخفض آخرين نعم لله في خلقه شؤون قدر الأمور من الأزل وما قدر لابد أن يكون وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الأمين المأمون خيار من خيار تنقل بين أشرف الأصلاب وأطهر البتون تلألأ نوره في جبين آدم من قبل أن يكون لآدم البنون فنبعت من حكمته علوم وفنون تبارك من بالحلم جمله وبأشرف العلوم كمله فنبعت من حكمته علوم وفنون السماء تعرفه والأرض مزهوة تحمله سلمت عليه الأحجار وأضلته بفروعها الأشجار اللهم صل وسلم وبارك على من سلوكه بأمرك مسنون وأجره عندك غير ممنون وطريق الجنة باتباعه مضمون وعلى الصحب والآل ومن إذا ذكر عندهم عليه يصلون صلو عليه اللهم صل وسلم الحمد لله الحمد لله ممتاز كل شكرا لكم المنطقة والنصر المصر المصر والقم والقم والعقاء والعقاء أنا أبداع أنه يدعون على تحبت وممتاز نحن أبداع أنه محبت نحن صلو الله هو أخير 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 وأخير ومشاهدتي يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَاو يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَاو Allah alternates the night and the day Allah rotates the night and the day يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَاو إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبَصَارِ yes in that yes in that there is a lesson for those who have vision brother look the night comes and the day goes when the day comes the night goes إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبَرَةً in that there is a lesson first the rotation of day and night will tell you that yes Allah is dead it will prove to you the existence of Allah as Allah said Allah said he will show them his signs both in the universe and within their personal selves so in the rotation of day and night you know Allah subhanahu wa ta'ala exists another lesson in this in the rotation of day and night brother and my sisters you know nothing lasts forever in the rotation of day and night one of the lesson you take in this is that nothing lasts forever لَا شَيْئِ أَيَا دُومُ nothing because when the night comes and the day goes and the day comes and the night goes you are getting close to your grave the years that Allah gave you to live in this world is reducing every day the moment you see the night comes and it goes and the day comes and it goes something is reducing in your life the time that Allah gave you to live to stay in this world is reducing because it is by the day and the night that the years is what is being counted Allah subhanahu wa ta'ala said in surat isra وِجَعَلْنَا الْلَيْلَيْنَ لِنَّهَارِ مُبْصِرَةً فَمَحَوْنَا آَيَةً لَيْلَيْلَيْهِ Seite 16 وَجَعَلْنَا آَيَةً نَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وكل شيء فصله تفصيل so the rotation of day and night in it there is a lesson for those who have vision for those who think if you understand where I'm going then my dear brother and my sisters my advice to myself and to you لأننا جميعا لن يساعد ل الله لأن لا شيء يدون لا شيء يستمر لكي لا شيء يستمر لكي لذلك فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اِذَا خِفْتَ شَيْئًا تفير رومين إذا كذلك إذا كنت أكثر عن شيئاً ما تفعله؟ أنت ترى من ذلك لن تفعل مثل القرآن ما حدث بين موسى و فرعون عندما موسى أخرج من مدين كمسجر لفرعون ما فرعون قاله أَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثَّ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ So, موسى said the proof here محل الشاهد the key note here is فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ and I run away from you when I fear for my life I run away from you so when you are afraid of something what do you do? you run away from it Allah said لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا أَصْحَابُ الْكَهْفِ right so لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ you will run away from them Allah said يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي the day that you will run away from your brother so you run away from your brother Allah said قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ the death that you are running away from so you see running away from سِوَا آيَةٍ وَاهِدَةٍ فِي الْقُرْآنِ except one ayah in the Quran where Allah said فَفِرُّوا إِلَى اللَّهُ you run not from Allah but to Allah so let's all fear Allah and run to Allah let's all fear Allah brothers and sisters and go back to Allah and if we do that Allah is ready to accept us so let's make peace with Allah let's reconcile with Allah reconciliation between us and Allah before the month of Ramadan in a week and some days we will be receiving Ramadan so let's reconcile with Allah let's fear Allah by repenting to Allah with this we are going back to Allah whoever repents after his evil doing فَمَنْتَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ whoever repents after his wrongdoing فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ indeed Allah subhanahu wa ta'ala will accept his repentance so reconciliation between you and Allah peace make peace between you and Allah before the coming of the Ramadan whoever does any evil or wrong himself or wrong himself and he seeks Allah's forgiveness he will find Allah forgiven and merciful so let's run to Allah by repenting to him and Allah is ready to accept you وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ if you are waiting for Ramadan then reconcile with Allah repent and go back to him لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ so that you may prosper so that you may be successful in Ramadan and that you may be successful 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 and that you may be successful